خدنا بالفكرة الرئيسية يعني حتى الفكرة الأساسية والرئيسية من عيد الأطحى اللي بيحتفل بيه إخوانا المسلمين كانت هي فكرة تقديم إبراهيم لابنه اللي مذكور في الكتاب المقدس في سفر التكوين أصحاح 22 بالضبط المذكورة في سفر التكوين أصحاح 22 وعلى الجانب الآخر مذكورة في سورة الصفات بتبدأ القصة من آية 101 لغاية آية 113 اللي هو بيتكلم عن قصة دبح تقديم إبراهيم ابنه فالفكرة الأساسية إن إبراهيم بيقدم ابنه الله بيقول له لا ما تقدمش ابنك دلوقتي خلاص أنا هفتدي ابنك يعني الله في الأول جل إبراهيم في سفر التكوين أصحاح 22 خذ ابنك وحيدك الذي تحبه إصحاك وقدمه محراقة فالفكرة هنا الله بيقول إبراهيم خذ ابنك وحيدك هرجع قبل القصة دي جسيس نظار الفكرة قبل الفكرة دي أنا ليه بيقدم زبيحة جسيس نظار أنا بيقدم الزبيحة لإني آدم أخطأ وكان حكم حكم على آدم هو الموت فهنا الله هو اللي افتدى آدم وقعد آدم بالفداء وهنا الفداء معناه إن حد يموت بديل وفكرة الموت البديل فكرة منتشرة في الموجودة في الكتاب المقدس حتى موجودة في المجتمع وليها قصة الاجتماعية ممكن نتكلم عنها بعد كده المثل العربي فداك يا مثلا يا نبي فداك يا كده يا فلان فداك يا وطن فداك يعني المستعد أقدم نفسي فدي عن الشيء آخر حتى فكرة عندنا في صعيد مصر كان فكرة الصار منتشرة والفكرة الصار المنتشرة كان عشان يوقف الصار كان الشخص اللي عليه الطار كان بياخد الكفن بتاعه ويروح يقدم للأسرة اللي مكتول منها الشخص اللي اتجتل وبيقدم كفنه على أساس أنه يستحق الموت وبيحطه وبيحطه جنبه كبش خروف وبعد كده بدل ما يدبحوا الشخص اللي هو عليه الضور في الموت اللي هو القاتل فبيدبحوا الخروف فالخروف هنا بيعمل عملية فدية للشخص حتى أن كلمة فدية جسيس ديزار في اللغة اليونانية لما الكتاب بيتكلم عنها في اللغة اليونانية مش معناها أنك أنت بتاعف عن شخص لكن معناها أنك بتنقش شخص بدفع الثمن فهنا بنشوف الصورة دي في سفر التكوين 22 أن الله فدى إسحاق لكن فدى إسحاق كان فيه ضحية بديل كان فيه تقدمة بديل كان فيه زبيحة بديل وهو الحمل الخروف موسيقى اشتركوا في القناة